موسيقى سلام عليكم سيدين كرام و اهلا بكم في حلقة جديدة من الاتجاه شمالا نبحث في هذه الحلقة نتائج الاتصالات الدولية لوقف التصعيد الاسرائيلي المفاجئ على مدينة القدس وقطاع غزة ودعوة الامم المتحدة وجميع الاطراف الربعية الدولية لانعقاد مرة اخرى بعد توقف دام سنوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنذ دقائق قليلة اعلن ان القيادة الفلسطينية ستواصل كل ما هو ممكن للدفاع عن الشعب الفلسطيني اشار ايضا ان هناك اتصالات هاتفية مع الجانب الامريكي لوقف العدوان الاسرائيلي بداياتنا مع تقرير يوجز اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية مع استمراض التصعيد الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني ثم نعود لنظرة اكثر شمولا وتحليلا في هذه الحلقة من الاتجاه شمالا ابقوا معنا تنديد دولي بالجرائم الاسرائيلية في الاراضي المحتلة ودعوات لاحتواء التصعيد بعد مواجهات عنيفة في القدس المحتلة اوقعت مئة المصابين بالاضافة الى الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة والتي اسفرت عن سقوط عشرة شهداء بينهم اطفال ونساء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حثى اسرائيل والفلسطينيين الى ضبط النفس والوقف العاجل لتصعيد التوتر واوضح ان المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ ازاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين ودعا الى وقف التصعيد المتزايد بين اسرائيل وحركة حماس الامم المتحدة ابدت قلقا كبيرا حيال التصعيد في القدس وعقد مجلس الامن الدولي جلسة مغلقة بشكل عاجل لبحث المواجهات وتوسيع المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية لكن اعضاؤه لم يتفقوا على اصدار اعلان مشتركة اذ اعتبرت الولايات المتحدة انه من غير المناسب توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة جاتي دعا الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريشا على لسن المتحدث باسمه الى وقف التصعيد المتزايد بين اسرائيل وحماس الامين العام يشعر بقلق بالغ ازاء التصعيد الاخير في الاراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل بما في ذلك التصعيد الاخير في غزة والذي يزيد من حدة التوتر والعنف في القدس الشرقية المحتلة اعداد كبيرة من الضحايا من جانبها تقوم واشنطن ايضا بجهود دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس مع كافة الاطراف للوصول الى وقف لاطلاق النار ودعا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اسرائيل والفلسطينيين الى احتواء التصعيد العنف ينبغي ان يتوقف على كل الاطراف التزام احتواء التصعيد وخفض التوترات واتخاذ اجراءات ملموسة للتهديئة اما وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الاوروبية كليمان بونا قال ان الولايات المتحدة يجب ان تتدخل من اجل وضع حد لاعمال العنف المتجددة بين الاسرائيلين والفلسطينيين واكد بون ضرورة تدخل الاوروبيين والامريكيين مع اسرائيل وفلسطين لمحاولة ايجاد حل في الايام المقبلة حيث تتعرض الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة من المعارضة التي تعتبرها موالية لاسرائيل جاءت اعمال العنف بعد توتر مستمر في القدس خلال شهر رمضان في ظل اشتباكات بين الشرطة الاسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الاقصى ومحيطة وتصعدت هذه الاشتباكات في الايام القليلة الماضية قبل جلسة محكمة في قضية يمكن ان تنتهي بطرد عائلات فلسطينية من منازل بالقدس الشرقية ننضم الينا مباشرة من واشنطن دكتور ادموند غريب استاذ العلاقات الدولية جامعة جورج تاون دكتور ادموند تحياتي لك اولا ملف السياسة الخارجية الامريكية لدى الادارة الجديدة لم تكن قضية الشرق الاوسط او القضية الفلسطينية او هذا الصراع على سلم الاولويات الان وبعد هذا التصعيد المفاجئ هل تعود هذه القضية الى الواجهة من جديد داخل الولايات المتحدة الامريكية تحياتي لك وكل عام وانتم بخير لك ولجميع المشاهدين بدون شك ان ما نرى الان هو ان الاحيات الاخيرة قد فرضت نفسها على المجتمع الدولي لحدا ما وليس فقط على الولايات المتحدة وعلى الولايات المتحدة نفسها حيث اضطرت الولايات المتحدة للمناقشة منضوع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وايضا اظهرت ان هناك لا يزال الرغم من ما سمعناه خلال عهد الرئيس ترامب عن صفقة السلام والقرارات التي اتخذها الرئيس ترامب في ذلك الوقت بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الى القدس والاعتراف بضم الجولان الى اسرائيل الا ان هذه لم تحقق الكثير من التقدم باتجاه السلام لا بل انها ربما قد ساهمت في تأجيج الوضع وزيادة حدة الازمات خاصة انها تركت الابواب مغلقة امام الفلسطينيين ورأينا ايضا التصعيد الاخير الذي قامت به حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ان كان ذلك بارسال حرس الحدود لمهاجمة المصلين او لمنعهم من الوصول الى الاقصى وكذلك في حي الشيخ جراح وذلك ايضا لحمة عملية تهجير جديدة في تلك المنطقة في سلوان عدد من المناطق الاخرى في القدس وفي حتى في الداخل المناطق التي في 48 قبل العام التي الفلسطينيين الذين بقوا في الرعاين مثلا ما حدث في الليد وايضا في بعض المدن الاخرى حيث تتم عملية تهجير هذه كلها تفجر الوضع تخلقت ازمة وربما تساعد رئيس الوزراء الاسرائيلي على الاحتفاظ بمنصبه ولكن هي فعلا اعادت من جديد الاهتمام العالمي في نفس الوقت ايضا نرى بان ما هناك بعض الفروقات بين طبعا طفيفة الى حد ما ولكنها مهمة بين ادارة بايدن وادارة ترامب حيث ان ادارة بايدن تقول بان الضفة الغربية هي اراضي محتلة وان القدس لم تحسب نهائيا فيما يتعلق بالمستقبلها وبالتالي فهناك على الاقل بعض الفروقات وهناك تيار داخل الحزب الديمقراطي يشمل عديد من اليهود الامريكيين ايضا ولكن ليس المؤسسة واللابق واللابق التي تدعم الموقف الاسرائيلي وموقف رئيس الوزراء واي حكومة اسرائيلية بالاحرى ولكن هناك تغييرات ولكن لا اعتقد على المدى القريب سنرى تغيير ولكن سيرجع الاهتمام سطول الادارة الامريكية اهتمام اكبر لهذه القطن نعم في التفاصيل يعني تغيرت او تغير المشهد في علاقة الولايات المتحدة الامريكية بهذا الصراع في عهد الرئيس دونالد ترامب بعد نقل السفارة واعتبرت او اعتبر الفلسطينيون ان الولايات المتحدة ليست بالوسيط النزيه وطالبوا بخروج الولايات المتحدة من خط التفاوض او التفاهمات بين الجانبين اليوم يعلن وزير الخارجية الامريكي ان مساعد وزير الخارجية للشؤون الاسرائيلية والفلسطينية سيغادر واشنطن اليوم متجها الى المنطقة اي محددات جديدة يمكن ان تنطلق منها الولايات المتحدة الامريكية لوقف هذا التصعيد او الوصول الى جوالات جديدة من المفاوضات اولا اعتقد ان الادارة الامريكية من ناحية لا تزال وخاصة ان داخل هذه الادارة ايضا توجد اصوات وقوة وشخصيات تدعم الموقف الاسرائيلي ولذلك رأينا مثلا ان الولايات المتحدة رفضت العارضة جميع النصوص المقترحة في مجلس الامن الدولي خلال الاجتماع الطارئ وذلك لان الادارة الامريكية على ما يبدو غير مستعجدة على الرغم من ان مجلس الامن فعلا اكبر عن قلقي ولكن الادارة لم تابع عن فكرة اصدار بيان وكان هناك مشروع بيان او اقترحته تونس وناروج والصين وذلك لضرورة تجنب اي استفزازات ولكن يبدو ان الادارة لا تريد ان تعطي اسرائيل مدة او مهلة زمنية وقالت بانها تدافع عن نفسها ولكن كما ذكرت فان الادارة الان تجد نفسها مضطرة لان هناك وضع متغير هناك المنطقة ككل تمر في حالة بخاض وايضا هذه المواقف التي تبنتها الحكومة الاسرائيلية تركت ردود فعل عكسية حيث انها اثارت الكثيرين ليس فقط في العالم العربي والعالم الاسلامي بل حتى في دول اخرى من العالم وذلك ان تقريبا 14 دولة في مجلس الامن كانت تؤيد فكرة اصدار بيان ولكن الولايات المتحدة التي لديها قلبيته قادرة على منع ذلك ولكن حتى الادارة نفسها ايضا بتصريحاتها الاخيرة بتركيزها على اهمية وقف التخطيف حدة التوتر وحديثها ايضا على ان الضبطة الغربية محتلة وبالتالي هذا يعني بان تعتبر بان الاراضي المستوطنات هي مناطق احتلال ايضا وبالتالي هذا تطور على موقف ادارة الرئيس ترامب ولكن الادارة ايضا تواجه ضغوط كبيرة من اسرائيل من اصدقاء اسرائيل الذين لديهم نفوذ على الكونغرس ومن بعض الديمقراطيين ومن الجمهوريين القيادات الجمهورية ايضا في الكونغرس طبيعة الاتصالات الجارية حاليا بين الادارة الامريكية وبين اسرائيل او رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاقل ما يعلن منها هل يعني تؤشر انه يمكن التأثير في هذه المرحلة على اسرائيل لوقف التصعيد او يعني ان يكون هناك نوع من السقف الزمني لشكل جديد من المفاوضات بالضبط اعتقد انه سيكون هناك نوع من السقف الزمني الذي سيُعطى لمحاولة احياء المفاوضات ولكن في نفس الوقت ايضا الادارة يبدو انها مستعدة لمنح اسرائيل فترة زمنية لاستمرار في عمليات خاصة انها قالت بان اسرائيل لا تقوم بعملية دفاع عن النفس ولكن الادارة مضطرة الى العودة الى هذا الملف والتعامل معه ربما قد لا يحدد لا تكون له نفس الاولوية التي هي للعلاقة مثلا مع الصين او روسيا او حتى الملف النووي الايراني ولكنني اعتقد بانها ستعود والكثير ايضا سيعتمد على مواقف الاطراف العربية ويبدو ان الدول العربية والجامعة العربية هذه المرة تبنت مواقف اكثر تشددا واكثر انتقادا فيما يتعلق بالاحداث الاخيرة وهذه ايضا قد تساهم وكذلك الاطراف الاوروبية ايضا نرى ان هناك مواقف اكثر صلابة مما كانت عليه وايضا هناك اتصالات جرت جزء منها له علاقة بين وزيراء الخارجية الامريكي والروسي طبعا ناقشت قضايا اخرى ولكن كان من بينها هذه القضية ايضا وهذا يطهر بانه سيكون هناك اهتمام اكبر مما شاهدنا في الماضي ولكن يعني في ظل دعوات حلفاء واشنطن الاوروبيون والقاضى الاوروبيون في انه تعويل على الولايات المتحدة الامريكية ان تتحرك وتلقي بثقالها في هذا الملف وايضا دعوة الامين العام للامم المتحدة للربعية الدولية ان تنعقد من جديد الحساسية ما بين روسيا وما بين الدول الاوروبية وما بين الولايات المتحدة الامريكية هل تحول دون انعقاد فاعل هذه المرة للربعية الدولية من وجهة نظرك لا اعتقد بالنسبة لهذا المنظوع اننا سنرى تأثير سلبي على انعقاد الربعية اعتقد ان هناك مواقف الى حد ما فيها شيء من التقارب فيما يتعلق بهذه القضية وبالرغبة في وقف اعمال بالعودة الى المفاوضات وفي ايجاب حل للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي اعتقد ان هناك على الاقل لن تكون هناك معارضة اوروبية او حتى الى حد ما امريكية ولكن في نفس الوقت لا اعتقد باننا سنرى تغييرات جذرية في الموقف الامريكي وان كانت هناك على الاقل بداية تغييرات وهناك تباين ايضا بين موقف ادارة ترامب وادارة بايدن الامر الذي سيعني باننا قد نرى تحرك امريكي اكثر فعالية وباتجاه اكثر ولكن ايضا الاحداث على الارض التطورات في المنطقة كل هذه ايضا سيكون لها ترى بالاضافة الى مواقف الدول الاوروبية والدول الاخرى مثل الروسيا والصين هناك موقف دولي يمكن القول بان معظم غالبية ساحقة من دول العالم تريد حل عادل عودة الى التوابط تريد ان يكون هناك تصحيح للمسار الذي تبنته ادارة ترامب ولكن طبعا الى اي مدى ستكون ادارة بايدن قادرة على ذلك وهي في نفس الوقت تواجه تحديات كبيرة اعتقد ان هذا سيبقى السؤال الرئيسي وليس واضحا باننا هناك جواب حتى الان ولكن اعتقد اننا سنرى تحركات امريكية وسنرى اتصالات مكتفة اولا لوقت عمليات العند بعد فترة قصيرة وربما لاحيات المفاوضة نعم اشكرك شكرا جزيلا دكتور ادموند غريب استاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون كنت معنا مباشرة من واشنطن العاصمة الامريكية وفيما يلي استعرض مع حضراتكم ردود الافعال الرسمية للدول بشكل عام في المانيا اكدت بالين حق اسرائيل الدفاع عن النفس في وجه هجمات حركة حماس الفلسطينية في اطار الدفاع المشروع عن النفس ورأى المتحدث باسم الحكومة الالمانية شتيفان زيبعت ان الهدف من هذه الهجمات هو القتل بشكل عشوائي وتعسفي اما في روسيا فدع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى خفض التصعيد خلال محادثة مع نظره التركي رجب طايب اردوغان وبحسب الكراملين اعراب الرئيسان عن قلقهما العميق اذا استمرار القتال وزيادة عدد القتل والجرحة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا في تغريدة قالت الاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك ما في غزة وحولها معبرة عن قلقها من احتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة وانضم الينا من جديد من واشنطن الدكتور اشرف سينجر استاذ السياسات الدولية دكتور اشرف تحياتي لك نبحث اذا في مدى قابلية واستعداد رغضة الولايات المتحدة الامريكية هذه المرة في وقف التصعيد الاسرائيلي المستمر مبعوث الولايات المتحدة الذي سيتوجه الى المنطقة كيف يمكن ان ينطلق ومدى تأثيره على الادارة الاسرائيلية لوقف التصعيد خطوة التصعيد خطوة كانت جهر متوقعة من واشنطن بان يتم هذا التصعيد في الطفل الغربية وفي فلسطين بشكل عام رسالة المبعوثة الامريكي هو رد فعل سريع لجد بانتباع واشنطن للقضية الفلسطينية مرة اخرى بل وكل قضية منطقة سلق العزر باعتبار ان جو بايدن في ادارته للسلطة الخارجية الامريكية يطن بمناطق معينة واصبح الشرق الاوسط بالقضايا هي قديمة ولا تأم واشنطن في اتماعاتها الجديدة التي تتعلق بمحاطرة الصين روسيا وتهديد الهيمنة الامريكية في مناطق كبيرة من العالم ما حدث من الاسبوع الماضي والتصعيد الغير مبرر من الجانب الاسرائيلي دفع واشنطن بانها تنقذ المنطقة من بؤر نيرانية تشتعل مرة اخرى رغم ان دولارد ترامب كيل الى جو بايدن الكثير بعدم قدرته وانه فشل ودليله على ذلك طبعا الرئيس ترامب السابق بان العنف الذي حدث في فلسطين كان عمر بيدل على فشل الرئيس بايدن في تلك الخارج هذا امر انا اظن انه مغالفي من الرئيس الثابق ولكن الرئيس بايدن يعني فوجها كما فوجهت واشنطن بهذا التصعيد والذي كان يجب ان يحصل جيدا على ان حالة الغضب الكبيرة وعدم الرضا الكبيرة التي سكنت نفوذ الفلسطينيين من وسيط غير عادل في ادارة الشأن الفلسطيني الإسرائيلي دفع بهذا الغضب الشديد مرة اخرى وانا اضطيها القول بان نعود الى نقطة السفر مرة اخرى وهذا امر كان لا يجب ان نصل اليه بعدما قدمت كل الدولة العربية كل ما لديها من خطة للسلام وفتح ايادي للسلام واخرها كانت دولة الامارات الشقيقة وهذا امر انا في ظن انا صحيح قرار السياسي في اسرائيل في ظن انه فقد الرشد في هذا التصعيد الغير مبرر طيب الادارة الامريكية السابقة الادارة الجمهورية لم تكن لتتشارك في هذا الملف مع حلفائها من الاوروبيين والان هل يختلف المشهد بالتأكيد حيختلف لسبب لان سياسة جو بايدن بتعتمد على سياسة العمل الجماعي بمعنى محاصرة القضايا العالمية او الدولية التي تهدد امريكا لا تهدد امريكا فقط ولكن تهدد اوروبا ايضا اقتراب جو بايدن والاتحاد الاوروبي او دول كبيرة في اوروبا من القضايا الفلسطينية مرة اخرى هو تأكيد لنفس النعجة الذي ثرى عليه جو بايدن منزل وصوله الى السلطة هذا العام يعني بشكل اخر او بطريقة اخرى ادارة دولارد ترامب تعملت مع القضايا الفلسطينية بشكل احادي وفي الاجمال كان هناك استخدام من العضلات الامريكية بفرض شروط فيها كثير من الخنوع على الجانب الفلسطيني وهو امر يعني اعلام الفلسطينيين جيدا بان كل الشروط المخفة لن تحل قضيتهم وانا القضية قضية مصيرية للفلسطينيين بشكل عام لا يمكن القبول بالدم والقتل واستخدام القوة بشكل كبير يقبله اي مواطن او اي بني عدم على هذا الكهوز بطريقة اخرى جو بايدن وانا علمت ذلك من كتابات لساسيين امريكيين كتبوا في صحف امريكية وقنوات امريكية مشهورة قالوا الآتي لا يمكن ان نعطي حقوقا متزايدة للإسرائيليين ولا نقبض منهم شيئا بصالح الفلسطينيين ما تقي معهم السياسيين المخنكين الذين علموا وعرفوا الشرق الأوزر بالخضايا وعرفوا وعلموا القضية الفلسطينية بشكل كبير في واشنطن قالوا ان ما اقدم عليه الرئيس السابق ترام انه قدم للإسرائيليين كثير من الدعم ولم يأخذ منهم شيئا وهذا عمر يضر بسمعة الحديث بسمعة الوسيق النزي بمعنى انه لما بيعمل الوساطة يجب ان يقدم للطرفين اشياء الملموسة ومحصوصة انا في ظن انا تقيم ادارة دونالد ترام السابقة انتقدت في اسياس الخارجية في طالعهم مع القضية الفلسطينية بشياسيين ديمقراطيين مشهود لهم لان لهم فهم ومعرفة بواشنطن ومعرفة بقضايا الشخص الوسيقى السابقة السابقة الحديث من القضية الفلسطينية الاسرائيلية فانا تظن ان الاضطراب الامريكي لن يكون داعما للجانب الاسرائيلي في صالح ان يضر بجانب السرسين لان هذا يلغي دور الوقت المتحدة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ولكن في المقابل كيف يتعامل اتصالا بما تقول الرئيس الأمريكي بتفاوت المواقف إزاء القضية داخل الكونجرس الأمريكي نفسه كيف يقدم على أي خطوة الوقف التصعيد بطريقة أو بأخرى مع دوام الدعم من بعض أعضاء الكونجرس للسياسة الاسرائية ومنها السياسة الأخيرة هو كلام حضرتك دقيق جدا يعني بمعرفتنا بواشنطن تجمع السياسيين من الحزب الدموقراطي والجمهوري بيكون عندهم محاوة إلى دعم طبعا إسرائيل وده بيرجع طبعا من ذكريات الحرب العالمية الأولى والثانية وما تعرض له اليهود في أوروبا ولكن لا يجب أن يدفعه الفلسطينيين أو يدفعه الفلسطينيين إذا عانت اليهود كما عانت فلسطين يجب أن يكون الرد في شيء من العدل لكن أنا للأسف يعني رأيته طبعا وسنعته السياسيين وفكيين يعخذون دعما أو يعطون دعما غير مبررا أو غير محسوبا إلى الإسرائيليين سواء كانوا على موقف أو ليس لهم موقف أنا أفتكر أن بايدن كسياسي مخضرم في موجود في واشنطن من ألف تسعمائة وسبعين أو واحد وسبعين يعني من أوائل السبعينات من القرن الماضي ولو خبرة كبيرة في الشؤون الدولية وفي الشأن الفلسطيني الإسرائيلي أنا أفتكر أن بايدن اقترابه سيكون اقترابا يعني فيه انصاف للجانب الفلسطيني وليس كما كان دوراند ترامب رئيس السابق نتمنى من الاساسيين الأمريكيين في اقترابهم من القبيرة الفلسطينية وأنا أعلم من القراءات ومن معاشرة الموقف هنا في واشنطن بأن أمريكا غير مهتمة بشرق الأوسط كما كانت الإدارات السابقة مهتمة هذا الصعيد دفع لأن جو بايدن وإدارته بإتمام بقضية كان يظنوا أنها ستكون ساكنة وصامتة ولكن فتحت طبعا مجالات كبيرة خطوة أن الوات المتحدة تخشى من أن توجد أصدين أو روسيا كقوة ممكن أن تبدل دور الوات المتحدة في حال القضايا الشائكة مثل الخضية الفلسطينية الإسرائيلية وأنا لم تحال إلى الآن يعني دي برضو الخضية فتظل مستمرة وحلاها فيضمن للمنطقة العربية ومطار الشرق الأوسط أن نسعد وأن نحقق التنمية لنتكلم عليها كل رؤساء المنطقة وتحديدا الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه يدعو إلى السلام وإلى المحبة وأن يجب أن تأخذ الحقوق في جانب يتعلق بالقانون الدولي وأن تحترم القواعد القانونية وهذا عمر مهم من المجتمع الدولي وليس القروج على القواعد القانوني الدولي أشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف سينجر أستاذ السياسات الدولية كنت معنا هاتفيا مباشرة من واشنطن والآن نستطلع المواقف الأوروبية مع السيد رمضان أبو جزر مدير مركز بريكسل الدولي للأبحاث مباشرة من بريكسل سيد رمضان تحياتي لك مساء النور سيد رمضان أوروبا لطالما كان لها مواقف مغيرة تجاه القضية الفلسطينية للولايات المتحدة الأمريكية وكان آخرها أو من أبرزها هو موضوع وقف البضائع الخارجة من المستوطنات الإسرائيلية ومنعها من الدخول إلى الدول الأوروبية الآن في هذا الموقف ومع استمرار التوتر والتصعيد من الجانب الإسرائيلي كيف تتحرك أوروبا؟ للأسف ترازع الموقف الأوروبي بأمس واليوم عن الموقف السابق في الأيام السابقة بداية الأحداث في القدس حيث شيخ جراح ودولات الأرقصة كان الموقف الأوروبي متقدم جدا في دعم فلسلسي وفي إدالة إسرائيل ولأول مرة في تاريخ أوروبا أن تتخذ ناسفا متقدما لفرحة أن أوروبا طالبت من معاقبة المسؤولين عن أحداث المسجد الأقصة لهم خردين أي أناس إدانة واتهام مباشر من المسؤولين إسرائيليين في الحكومة الإسرائيلية إستهام أوروبا مباشر بأول أنس أو بالأمس بعد معرفة الصواريخ والتبادل الصواريخ تغيرت النهجة وأصبح هناك سناهم وأصبح الحديث عن دعوة الطرفين فأصبح هناك ترغاضي عن أن المعتدي أو القوة العسكرية ذات البطر السديد هي القوة الإسرائيلية لم يتم عاقبة عند اعتبار أن إسرائيل هي التي عبر المستوطنين هي التي عملت على تغزاز مجميع الفلسطينيين وإسرائيل التي متهمة هي التي متهمة بقيام بجريمة حرب من خلال إخلاء حي الشيخ جراح أو حياء فلسطينية القدس من السكان والإخلاء القصري هو جريمة حرب حتى أن التقرير الأمريكي أول أن كان يتحدث على ضرورة توقف إسرائيل عن إخلاء السكان حي الشيخ جراح بالعبارة الأمريكية أو باللغة الإجليزية تقول الذين يذكرونه منذ أجيال وهذه اللغة تعني السكان من القدس الأقليين وهذا يعني لأول مرة هناك القرار من الخارج إلى أمريكية أو تسريح أو حتى لو كانوا بالخطأ كانوا بالإمكان البناء على المواقف الأوروبية لازلت تدعو إلى ضبط النفس العودة إلى طاولة المفهودات حل الدولتين ولكن هذا كلام مرتب في وقت الحروب لا يفيد للشعب التلسطيني الذي يقدم عشرات يعني عشرات الشعبات يوميا وهناك آلة بطعة كرية إسرائيلية تمارس جواب حرب من خلال أعمالية نصف البيوت والعمارات والأبراج البرش هو عبارة عن حي كامل فقم إسرائيل بأقرب جماعي لكل الفلسطينيين وفي الوقت جاهدنا أن هناك ربة شعبية كبيرة حتى في مدن الباكر الفلسطيني رابط 48 كل أحياء القدس معظم مدن التفقى الغربية ومدنة التفقى الغربية خطاع غزة كالعادة كان متوقع ولم يكن بالإمكان أن تفقى غزة مكتوبة الأيدي عندما تتبع فيها القدس نعم الانتحاد الأوروبي بكل بكل سفراء سفراء في المناطق القدس أحياء القدس اليوم بالأمس حاولوا ثامي إسرائيل عن الإجراءات ولكن إسرائيل قامت بحملة المناطية على الصعيد الأوروبي جدا أنس واليوم بعبر سفرائها توازدوا على كل الشاشات التركيزيونية وهم يتهمون المقاومة التركيزيونية بمحاولة إحراف إسرائيل وشعب إسرائيل وهذا غير صحيح وهم يشيرون صور وفي جهات الصواريخ التي تفرض من غزة هم يقومون بعملية تطهير من خطر هذه الصواريخ وكانها تفحق إسرائيل مع العلم هم الذين يروجون لآلاف آلاف لأحداث الصواريخ وهذا غير صحيح إسرائيل تريد أن تخفي الحقائق أو تغير مجرأ الأحداث نعم الأعرض في الأوروبي والدعم الذي شهده والسلسطينيون الأسوال الماضي بدأ يتراجع في الخطاب الإعلاني والسياسي اليوم نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد رمضان أبو جزر مدير مركز بيوكسل الدولي للأبحاث كنت معنا مباشرة من العاصمة البلجيكية وأتحول إلى روسيا والمواقف الروسية روسيا كعضو رئيسي في الربعية الدولية دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية معنا مباشرة من موسكو دكتور عمار تحياتي لك أولا روسيا كان لها دور بارز وكان لها بعض التحركات وقت أو التحركات البارزة في وقت الرئيس أو رئاسة ترامب للولايات المتحدة الأمريكية الآن كيف هو التفاعل الروسي إذا تصعيد إسرائيل تحياتي سيدة الكريمة يعني نرى أن الوضع اليوم يتأزم وهو يعني مرتبط بأكثر من عامل يعني منها العوامل الإقليمية والعوامل يعني الدولية حول المواقف الروسية هي ثابتة يعني تجاه القضية الفلسطينية والداعمة لتفعيل يعني النظام الدولي والقوانين الدولية وقرارات يعني مجلس الأمن اليوم يعني النظر حول يعني الأداء الروسي تجاه يعني هذه أو التدخل يعني في هذه الأزمة هو يعني يعني مرتبط بحساسية ما وهي العدم وضوح يعني الجانب الأمريكي من هذه القضية لاحظنا أن هناك يعني تبادلت أو تغيرت المواقف ما بين يعني إدارة أوباما مع إدارة ترامب يعني تجاه القضية الفلسطينية الإسرائيلية واليوم من جهة أخرى نرى يعني التحسس أو التصعيد يعني ما بين الأولاد المتحدة وروسيا فلذلك يعني وأيضا يعني هناك عامل آخر وهو يعني التواجد الروسي في منطقة الشرق الأوسط وممكن القول يعني بالحدود مع يعني الكيان الإسرائيلي فهذه يعني الأمور كلها ممكن أن تلعب يعني نوعا ما من الحساسية يعني هل ترتبط علاقة روسيا الحالية وبين بالولايات المتحدة الأمريكية بأي تحرك فاعل يعني أتفهم المواقف السابتة لروسيا والخاصة بالاعتراف طبعا بالأراضي الفلسطينية الحدود 67 إنما الآن الموقف يتغير الموقف يتطلب تدخلا مباشرا وليس على غرار السنوات السابقة بالإعلان فقط عن المواقف ممكن يعني أتوافق معك سيدة الكريمة ولكن يعني لا ننسى يعني من النظرة الأولى للواقع الذي يجري الآن يعني من هذا التصعيد هناك مآرب انتخابية أولا يعني للنخبة الإسرائيلية ومنها يعني نتنياهو هناك تخوف إسرائيلي يعني من التقارب الجزئي الإيراني الأمريكي أيضا وممكن القول أنها يعني محاولات لإفشال هذه العملية بالخروج إلى يعني أزمة إقليمية واسعة ممكن أن تمتد إلى حرب هذه الأمور يعني روسيا تعيها يعني تماما في هذه المرحلة بالذات ولكن يعني أيضا هناك نقطة إيجابية أن تربط روسيا مع إسرائيل جزئيا بعلاقة جيدة ومع أيضا يعني الفصائل الفلسطينية أيضا ولكن يعني الأطراف التقليديين الذين يعني يدخلون على هذه يعني الأزمات يعني عهدناها يعني كالدواء المصرية ممكن قول يعني الطرف القطري فبذلك يعني اليوم رأينا من خلال يعني نداء كانت يعني لغروب إلى التهدئة بشكل عام ولكن لغاية اليوم يعني لا توجد هناك دعوات رسمية للتدخل الروسي بناء على التعنت الإسرائيلي وذلك لقضاء يعني المآرب أو المصالح الانتخابية الآنية لنتنياهو في البقاء يعني في الحكم طيب ناشدت الأمم المتحدة على لسان أنتوني جوتاريش الأمين العام لها الأطراف الدولية الفاعلة أعضاء الربعية الدولية باتخاذ مواقف يعني ملموسة وبانعقاد الربعية الدولية من جديد بعد توقف دام طويلا ودام لسنوات طويلة ويعني ضمن الأعضاء الربعية هي روسيا كيف فتتفاعل روسيا هل تقبل دعوة الأمم المتحدة أو مناشدة الأمم المتحدة في انعقاد طارئ للربعية الدولية مما لشك فيه يعني وروسيا هي من التي دعت يعني إلى تفعيل هذه يعني الربعية وباعتقاد يعني الربعية الدولية هي اليوم يعني المنطقة في أمس الحاجة لها وذلك يعني بعد فشل المشاريع الأمريكية وخاصة يعني مشروع صفقة القرن يعني والتمادي يعني في الدعم يعني الأمريكي للكيان الصهيوني هذه يعني هذه المسألة أولا وتانيا اليوم يعني 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 هناك كان طرحا جديدا من قبل يعني وزير الخارجي لابروب بهذا الخصوص أنه يمكن توسيع يعني هذه الربعية إلى الدول يعني العربية المعنية والتي يعني شاركت في المرحلة الأخيرة بعمليات يعني السلام أو عمليات التطبيع مع إسرائيل روسيا مع يعني الحركات أو التحركات الإيجابية لإيجاد يعني حل سلمي ولكن يعني الحل الوحيد الذي تراه اليوم يعني الخارجية الروسية والإدارة الروسية هو حل الدولتين يعني وتفعيل النظام يعني الدولي من جديد وتمرير يعني قرارات هيئة الأمم بهذا الخصوص ولكن يعني للأسف وبعد يعني معاهدات أوسلو رأينا أن الصراع يعني العربي الإسرائيلي انتقل من العربي الإسرائيلي إلى الفلسطيني الإسرائيلي وكان الخاسر الأكثر الأكبر هو أطغف الفلسطيني فاليوم يعني المواقف الدولية هي متبينة ولكن الموقف الروسي لم يتغير تجاه هذه القضية وهو معحل الدولتين ناهيك عن المشاريع يعني الأمريكية أو المقترحات الأخرى فلذلك يعني لا رحل بدون تدخل الدولي اليوم يعني لوقف يعني هذا النزاع والذين راه يتفاقم يعني ومسألة جديدة ظهرت وهي يعني داخل الخط الأخضر مما يشكل يعني في المرحلة القادمة أزمات ستكون يعني داخلية وإقليمية نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية كنت معنا مباشرة من موسكو العاصمة الروسية شكرا دائما موصول لخضراتكم لمتابعات حلقات للتجاه شمال أما أنا ألتقي بكم الأسبوع القادر في ذات الموعد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر